عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اجتماعا لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية لبحثه ومتابعة تطورات الحالة المدارية الحالية في بحر العرب ركز الاجتماع على تحليل البيانات والقراءات الأولية للحالة المدارية التي تشير إلى أن التأثير المتوقع على الدولة سيكون غير مباشر مع توقع سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية واضطراب البحر مع امتداد بسيط للمياه في بعض المناطق الساحلية